السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم اليوم ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نشوفو اول درس ديال السنة اولى اعدادي اللي كان في مطبوع المفيد اللي بغيت نشرح لكم بالنسبة لهاد المادة علوم الحياة والقادة سيانس دياله اي دولاتيق نفس درس اللي كان في اي مطبوع تتعاودو نفس درس اللي مهم هو انك تفهم الدرس تفهم دك شريك يقصد الحواج الاساسيين اللي كانين في كل درس يعني لفيد انا كم تبقوا معي فلن تبقوا يدير المفيد ولا دان ذا نطر مانوال سا نشانج ريان لإسانسيال سي دوكم بغيت نشرح لكم بغيت نشرح لكم في الدرس وغادي نبدو على باركة الله اول درس غادي نحاول انشاء الله دند تخهم درس درس ونتعمقهم جيدا في الحواج اللي خاصكم تعقلوا عليهم ولا دونك أول درس observation دا لبرميير شابتر سي observation دا مليو ناتورال يعني ملاحظة وسط طبيعي عندي واحد الوسط طبيعي ممكن نقول وسط طبيعي يعني كي تكون مناش من كائنات حية وكائنات غير حية دونك حنا يشنو غادين ديرولي انظار لابسير غادين ديرولي واحد الملاحظة ونستخرجوا منو بزاف دي المعلومات دونك الحواج اللي نغمال منتو ما خاسكنوا عارفينهم لاناتور ايسي كونستوين دونك الطبيعة والمكونات ديرها دونك الطبيعة كتتكون من جزء حي وجزء غير حي جزء حي في الأشجار في النباتات بصفة عامة والحيوانات الجزء الغير حي هو الماء لاتمبراتور لسول دونك هادو كاملين كي تجمعو بحواج اللي مكتعتبرو نانو vivان غير حي دونك distinguer entre vivان كتتبدل على حسب الفوصول مثلا من ناحية النباتات كتلقوا باللي النباتات في فصل الخريف تسقط لهم الأوراق ديالهم لكو لاخ شانج دونك عندهم انشوت ديال لفلور لفلور بزاف الحواج إلا شفنا دون دون لكوتي ديال حيوانات كتلقوا بعض ديال حيوانات تتبدلو حتى هما ماشي تتبدلو فغيما ولكن مثلا بالنسبة للطيور كتكون عندهم الهجرة يعني كي هاجروا على حسب شنو للشانجمت دون سيزم ليبارت ديال بلانت اي لاكثر الاجزاء الاجزاء ديال ل dominة نباتات أو شكل ديالهم دونك هنا يان غادي نحاولون نرسموها كده نبثة تفقد باش نشرح بليكم المكونات ديالهم بنسبة للناس اللي نسيتون عليهم ولا شي حاجة تكون عندهم مثلا وردة عندها الغاسين وهناها عندها الفي وعندها مثلا قاعدة دفع ألقوا مثلا عندها فلوغ كيف نسمع الجذور الغاسين هذه الساق أوراق فلوغ أغلط هنا لا يوجد فلور وإنما فاي الفاي وهذا هما الفلور تكون من الرعسين من العتيج الفاي وفلور وهذا هما المكونات النبتة ومثلا بالنسبة للنبتات التي تتعطينا الفروت يكون إما الفروت أو البودور وهذا الزيتر vivان فيجتو وانيمو لدينا حيوانات ديزيتر فيجتو نبتت وانيمو الحيوانات لدينا النبتة وكينا الحيوانات الفورت لدينا حيوانات غير حي باش كنعرفو كائن حي هو أنك يكون عندو ربعه الخاصيات أول خاصية تيترد تاني خاصية تيتوالد تالت خاصية تيتنفس لدينا حيوانات خالية واحدة السلول هي خالية صفحي وانو سلولة هي وحيد لخالية لذلك هذه عبارة عن خالية ولكن هذا كائن حي حينتش كيتنفس كيتوالد كيتوالد في الحيوانات الخراب عندو النوع ديها عندو طريقة ديها خاصة ولكن كيبقى كائن حي حينتش في بزاف ديال الكاركترستيك ديال لزيتر فيو صفحي مختلف كائنات حي في مختلف أوساط عيش مثلا هنا عندي لزالغ هما عبارة النباتات كييييش في الماء هنا عندي شامبينيا الفطريات كييييش في التربة كييييش في الماء بلجم نباتات هنا عندي بطة كيييش في الماء هنا حيوان آخر كييييش في حيوانات الماء والهواء والحيوانات الماء والواسطين معا تفقين؟ voilà donc la séquence 1 les constituyants d'un milieu naturel مكونات واسط طبيعي مناش كيتكوون واسط طبيعي شرحناه بلي كيتكوون من جزء حي و جزء لا حي جزء الحي هو كيف كنشفو هنا يبزاف ينشفل للسنامين كرّه السمح الاجأم سي passenger مناشى سيارة إسكرغو و regardez سيء السحر و و بأس شهور منشو نعم ديال سيئتình زير af يجب أن تكون الأرشب وعشبه 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 يجب أن يكون أغبخ يجب أن تكون قل من 5 متر هنا هذة تكون مشابه تف aunة هنا Il يبدو positions في بارشاب الجرم هنا يبدو الإسلامية وعشبه كم فيواسع من إطارة ملاحكوا من المستخدام موسيقى بعض الموجات في مرحل الارع، الواء، الروح يصل على البعض من العالم أو تلك البعض من العالم في مرحل الانترابد يوجد الوارج المنشفون يوجد الانترابد الانترابد بالنسبة لغير المنشفون يكون اللبائيين يكون لغير المنشفين لأن الحيوانات يتعاونون و يتجمعهم بعض العلاقة سواء علاقة التغذية أو تعاون أو علاقة التوالد مهم أن تجمعهم علاقة أولاً كاراكتريستيك نتخلص الخاصية الكائن أولاً التغذية كائن حي يجب أن تغذى فهو ليس بكائن حي هنا تنفس لديه واحد الفتحة في الظهر يجب أن تنفس التنفس ثالث خاصية نرى هذا مع مع الصغير هنا فهنا الفنومان ظاهرة التوالد فهنا يجب أن تتعاون 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 كائن حي كائن حي بخلاصة كائن حي لديه أربع خاصيات تتعاون 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 مثلاً هذه العجية السعورة سيقوم بها سيكبر لذلك لا يجب أن تتعاون في حجمه كائن حي سيكون المنزل تتعاون 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 كائن حي بيوتوب كائن حي من لاuckle خدمين ورقبます تتعاون يتم المنزل تتعاون 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 بالخских واحد ينرى 걸 كائن حي كائن حي سيكون تتعاون كائنت دائما نتعاون كائن حي تتعاون الدائطة بالتأكيد صوتنا لتنبعاً دائماً لنا اتضافي كما يفضل مرحبات عضاً اشجالهم وتاكيد مع الجوش ومكيراً نحن عضاً حتى نقسم أجهزة الأنمو الكثير من نباتات و الحيوانات كما يحدثون عن الأنواع مثلاً كالسبحة الموس الفجار الشنليج الشمبيون 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 الشجر 4.على الأمريكد هناك فضلك 4.على أ Study 350 3.صدق 5.صدق 3.صير يوجد مختلف أنواع الكائنات الحياة التي يعيش في هذا الواسط وعندما تذهب إلى الواسط آخر مثلا هذا مليو فوريستي وسط غابوي وعندما تذهب إلى الواسط آخر سيجد نوع آخر من الحيوانات مثلا هذا هو كانر الذي يعيش هنا لا يوجد هنا هذا الأنواع الذي يوجد هنا لا يوجد هنا مالذي كامير فهذا كل الواسط يعيش في كائنات الحياة مختلفة وعندما يحتاجون الواسط في حلقك مثلا هذا الكانر يحتاج الماء وعندما يجب أن يكون في غابة فهذا الواسط لهذا الواسط الآخرين تفقين؟ بيوسينوز هي منه؟ هي الكائنة الحية %. كائنة الحية بقضم، مريك الكائنة هنا هدو هي الأخوار ك retop اضع البيوتوب قبل قوم بتحديد ايكو سيستم مثلا الغابة هي عبارة عن ايكو سيستم يكون من البيوتوب وهو الواسطة العيش ويكون من البيوسينو وهو كائنة الحية وهذه الكائنة الحية مقسمة على جوج فيها الفيجيتو يقولون ذلك فلاخ واليزاني مو فون يقولون لي ان نسى علىها لكي لا تنسوا عليها النباتات التي يعطيون وريدات فلوغ فلوغ بالنسبة للحيوانات بيو سينوز انسبل انامو وفلوغ وفلوغ في تاريطور نحن في الواسط معلوم مثل الواسط غاباوي وفلوغ وفلوغ تفق الحمد لله قربنا نسالي ودرس كوغرش 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 ليعيه لا يستسلم ويحاول نعطيكم اللغة الاساسية التي تجدون تفهمهم وتعقلوا عليهم بالنسبة للفعل سهل ستجدون وتحاولوا تحفظوهم اللي خاسم تشرح ليكم واللي خاسم تعرفوه واللي بزاف الناس غلطين فيه كيقولوا باللي الاسفتة هي مادة ديال الحفاظة وش كي بلكم هادشي اللي قلتوا تحفظوهم؟ لا انها وسط غباوي وسط هدي وسط هدي كان مختلف كائنات حيا هادشي سي بلوس فهامة إلا فهمتو هادشي سهل انكم تعقلوا عليك في انكم الحاجة تشوفوها وتعودوا تشوفوها وتعودوا تقراوها وكتدخل الرسم بلا ما تحتاج بقى تحفظ شي حاجة بيتمان داكا؟ دا كدرت لكم واحد الابوس صغيرة انا رجعو نكملو لا ميزة ان افيدانس دا تشوفوه دا باش فنبل الواسط الغاباوي ولا الضايا ولا اي حاجة فيه كائنات حية مختلفة ولكن كائنات اخرى اللي ما كنشوفوهمش بالعيل المجرادة فباش كنشوفوهم على اد دا ميكروسكوب إلكترونيك باش بالمجهر كيفاش كنديرو؟ اول حاجة طنك بلا ما نقرأ لكم هنا هادشي انشرح لكم الطريقة كنمشي الواحد الواسط كنناخد شويش ديال التراب كنشدك التراب كنديرو دان زان تامي واحد الغربال وهذا انتو نواغ هادا فحل دواز دواز ديالنا ندير فيه واحد الغربال وغيرين لتقيبات اللي فيه صغيرين يعني ماش مايدوش لي الرملان ما باقيش الرملان ما باقيش الحوبيبات ديال التربا يهبطو و فوق غديندير لامب علاش هادا لامب هادا لامب كتتسخن ليه ايلا قرب سيديكم حدا البولة كتباعوها دي مسخونة هادا لامب كتدير لي اضاءك منذ نفس الوقت لدي الحرارة انها تجعل تربة الأخرى ماذا استطيعين من التصوات العصاصصة نقطيعها الحرارة 찾아ور ثم كيفية وتأتيون المشكلة وبشكل تصو 다시 عن القريعة لماذا فرسلة هذا العصاصصاء نضعها من الألخول ونضعها هنا فوق الامة لذلك الميكروسكوب كانت هناك ملابسة لذلك هي واحد الزاجة ونضع فوق منها الشانتين اللي هو القطيرة دلماء ونضع فوق منها واحد الامة اللي هي واحد الزاجة اخر والذي صغر منها في لطا يعني مش قدها كيفاش ديرها؟ لذلك تكون عندي لامة طويلة بحالكة نضع هنا مثلا القطيرة ونضعها لذلك تخصتها ونضع فوق منها اللامة اللي هي واحد الزاجة اخرى صغر منها ونضعهم هنا ونضعهم هنا تنشوف آلات الزوكولاغ هذا الزوكولاغ في كرحة العين لكي نبدأ نشوف هناك يكون عندي لزوم يعني القدر نزيد لزوم ونقعد دحتها كيفاش غيبانو يقدروا يبانو في حالكة ونكادو الرحمة يبانوش بالعين ولكيرا هم كينين في التراب يعني مثلا الى قصة الطراب يقدروا يكونوا بقى وراسقين في الدك وانتبا بانوش لك دكش علاج اي انسان قاس شي حاجة قاس الارض طراب اي حاجة ما يقش عينيه ما يقش فمه قاس الارض طراب اي حاجة ما يقش فمه انسان يقش فمه حيوانات المجهارية ونستطيع ان تطعب وانتبا بانوش وانتبا بانوش انسان يقش فمه انسان يقش فمه قبل ان يقش فمه ان تخارج وانتًا خ promise الانسان يせهم ناقي السلاك المال هنا حيواناتee وا هم اخرين حقيوانات حيوانات أصح Still بكتريي ، بلانكتون فيجتال ، الشامبينيون ، البلانكتون أنيمال هاد البلانكتون أنيمال هما عبارة عن حيوانات مجهرية البلانكتون أنيمال البلانكتون فيجتال هما نباتات مجهرية تفقين؟ بقتلنا اخر بارتي في الدرس سوف نشرح لكم تهي بطريقة مختصرة و تكون زوينة بشتاقل عليها وهاد البارتي زوينة صراحة ماذا هي السلول؟ كما هي السلول؟ الخلية الخلية هي الصغر مختصرة من خلايا إنها أصغر ما تكون هناك جلده من خلايا من خلايا الكثير من خلايا أي شيء من خلايا الخلية هي أصغر واحدة بنية ومنكونة لكأنحي هذه الخلية يوجد أنواع خلية حيوانية وخلية نباتية سلول أنيمال و سلول فيجتال لدينا مختلفة بيناتون لن أعطيها لكم في رزيومة لدينا مثلا نشد مثلا واحد الكوتنتي ليس كوتنتي ليس كوتنتي لدينا عود سوف نسح به أو سوف نحكي به لداخل الفم لذلك سوف نحكي به لداخل الفم من بعد سوف نحطها فوق فوق العلام و سوف نرى الميكروسكوب و سوف يبنونها في حلقة لدينا الجلده عبارة عن خلايا سوف يبنون هذه الخلايا لذلك سوف تكون هذه الخلايا سوف ترى الفرم لا يوجد فرم مربع مستطيل لذلك سوف تكون نوعيو ناوات ممبران سيتو بلازمي جدار سيتو بلازمي و سيتو بلازم كي يتقال بالعربية و بالفرنسي كي يتقال سيتو بلازم لذلك سوف تحفظوها الشكل ديالها سوف تحفظو حينت في المتحان كالتحط كي يقول لك أعطيني الشكل أرسم لي خلية حيوانية و خلية نباتية هذا الشيء مفروغ منه سوف تتعقلوه و سوف تحتاجوها سوف تتعقلوه و سوف تتعقلوه و سوف تتعقلوه و سوف تتعقلوه هذه خلية حيوانية تكون من نوعيو سيتو بلازمي كيف ترى الاغ و سوف تتعقلوه حالحة كيف تفقدوه بمتاحين نباتية كيف تتعقلوه كيف تتعقلوه و ثم ثم تسهل كيف تتعقلوك هنا يوجد رجال نوتر رجال نوتر هنا نجد رجال ملون أزرق نحن لا تكون ملون أزرق لذا نجد رجال نجد رجال هنا تشرب و هنا يوجد رجال فانسي نجد رجالها كيف تفضل؟ وأن الخلايا لديها شكل سوداسي 1-3-4-5 خماسي 1-2-3-4-5-6 سوداسي شكل سوداسي 1-3-4-5-6 1-3-4-5-6 شكل سوداسي هذا هو الشكل الخلايا الحيواء النباتية أعتدر وماذا تكون هنا؟ نوا يؤمن ailleurs هذا هوي وايضا، فهدنا سوداسي خلايا الحيوانية خلاصة لسالول الخلايا سي لا بلي بتيت سي لا بلي بتيت انيتي ستركتورال اي فونكشنل دان اتخبيف الصغر واحدة بنياوية تكونو كاين حي وكاينين جوج الانواع لسالول انيما اي لسالول فيجتا بجوجهم كيتكونو من نويو بجوجهم كيتكونو من سيتو بلاسم بجوجهم كيتكونو من ممبران سيتو بلاسمي لسال ديفرنس سي كهدي عندها تكونو من جيومتريك عندها شكل هندسي تفقين دانك اخر حاجة انتسو شنو هو انتسو هو بزاف ديال لسالول كي سوونا انتسو مثلا جلد هو بزاف لسالول كونوري الجلد مثلا القلب بزاف لسالول كونوري القلب مثلا المسارن لسالول 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 اي حاجة فينا هي عبارة عن خلايا تفقين دانك بزاف الخلايا يتوني طبيعية تكونو كاملين من سالول اي حيوان تكون من سالول النبتة بنفسها هي عبارة عن دي سالول بصلا متكونو من سالول اي حاجة متكونو من دي سالول دانك دانك ليلان فيون كاللو لغ اي روش نتمنتكم نستفتو في هذا الفيديو وفهمتوا فيها الدرس مزيان وعجبتكم الفيديو اعجبتكم